ستتعلمون في هذا الفيديو كيف تتأثر قيمة التعبير الحسابي بتغير قيمة أحد متغيراته. المثال الأول 100-X كيف تتأثر قيمة هذا التعبير الحسابي عندما تزداد قيمة X؟ أوقفوا الفيديو وحاولوا إيجاد الجواب بأنفسكم. هناك أكثر من طريقة للحال. لديكم 100 وتطرحون منها X. لذلك كلما ازدادت قيمة X تطرحون قيماً أكبر من العدد 100. وإذا طرحتم قيماً أكبر تحصلون على قيم أصغر في الناتج. أي عندما تزداد قيمة X يتناقص ناتج التعبير الحسابي. لتتضح الصورة أكثر، ارسموا جدولاً بهذا الشكل. في العامود الأول قيم X وفي العامود الثاني قيم 100-X. اختاروا بعض القيم لـ X واجعلوها تتزايد. مثلاً 0 و50 و100. عندما يكون X يساوي 0، فإن 100-X يساوي 100-0 أو 100. عندما يكون X يساوي 50، فإن 100-50 يساوي 50. عندما يكون X يساوي 100، فإن 100-100 يساوي 0. تلاحظون أنه كلما ازدادت قيمة X، فإن ناتج 100-X يقل أو يتناقص. لنأخذ مثالاً آخر. لديكم التعبير التالي. 5 على X زائد 5، وعلمتم أن قيمة X تتناقص. وأن X عدد موجب. وحتى عندما تتناقص قيمته، تبقى أكبر من الصفر. في هذه الحالة، يمكن أن تقل قيمة X من 10 إلى 9، أو من مليون إلى 100 ألف. لكنها تبقى قيمة موجبة حتى بعد تناقصها. في هذا التعبير، تقسمون على أعداد موجبة تتناقص باستمرار. كلما كان لديكم قيم موجبة أصغر في المقام، تحصلون على ناتج أكبر لهذا الكسر. تزداد قيمة ناتج الكسر، لأنكم تقسمون على قيم موجبة تتناقص باستمرار. ثم تضيفون 5 إلى ناتج الكسر، مما يعني أن ناتج التعبير الحسابي كاملاً يزداد أيضاً. كما في المثال السابق، ارسموا جدولاً لتتضح الصورة لكم بشكل أفضل. هنا X وهنا 5 على X زائد 5. فلتكن قيم X مثلاً مئة وخمسة وواحد. من الواضح أن قيمة X تتناقص. عندما تكون قيمة X تساوي 100، تحصلون على 5 مقسومة على مئة. أي 5 أجزاء من مئة زائد 5 ويساوي 5.05. عندما X يساوي 5، تحصلون على 5 تقسيم 5 ويساوي 1 زائد 5 ويساوي 6. أخيراً عندما X يساوي 1، تحصلون على 5 تقسيم 1، أي 5 زائد 5 ويساوي 10. عند بقاء قيمة X موجبة ولكن متناقصة، فإن قيمة التعبير الحسابي 5 على X زائد 5 تزداد. المثال الأخير. كيف تتغير قيمة التعبير الحسابي 3Y على 2Y عندما تزداد قيمة Y؟ علماً أن Y أكبر من صفر. حسناً، كلما عودتم قيم أكبر لY في البسط، ستكون قيمة Y أكبر في المقام أيضاً. طريقة أخرى لكتابة هذا التعبير هي 3 أنصاف ضرب Y على Y. ولأن Y أكبر من صفر يكون عدداً موجباً، أي عدد موجب تقسيم نفسه يساوي 1. فحتى لو كانت قيمة Y مليون، يكون ناتج هذا التعبير يساوي 3 على 2. لأن مليون على مليون يساوي 1، ضرب 3 على 2 ويساوي 3 على 2. قيمة التعبير الحسابي هنا لن تتغير، ويساوي 3 أنصاف أو 3 على 2. ترجمة نانسي قنقر